السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقول لك ان شاء الله في الفيديو ده ايه افضل مشغل للكتب الالكترونية كتب pdf ليه افضل مشغل لان حجمه صغير جدا تقريبا 5 ميجا فقط بيدعم جميع صياغ الكتب الالكترونية سريع الفتح جدا بمجرد ما تضغط على الملف هيفتح معك على طول سريع التسطيب جدا بنقرة واحدة بس بيتسطب معك بيشتغل على اقل امكانيات ممكنة بدون تهنيج او تقطيع سريع جدا هندخل على الموقع الرسمي للبرنامج ونروح على وتختار نسخة البرنامج 64 او 32 على حسب الويندوز اللي عندك تعرف ازاي هتضغط في الكيبورد على زرار الويندوز مع زرار زي ما انت شايف كده 64 يبقى هتحمل نسخة 64 اللي هي دي لو عندك 32 هتحمل نسخة 32 اللي هي دي حملنا البرنامج خلاص نسطبه زي ما انت لك سريع جدا في التسطيب بنقرة واحدة بس هتدوس على وحيكون تسطب معك كده البرنامج تسطب عشان نخلي اي ملف يفتح على طول بالبرنامج ده هنروح على اي ملف pdf كليك يمين open with نختار some matter نعلم صح اوكي هيفتح معنا ملف pdf زي ما انت شايف البرنامج عارض لك الفهرس بطريقة منظمة جدا وممكن تنتقل لاي جزء في الكتاب من خلال الفهرس ده بطريقة سهلة جدا مثلا صورة الاعراف ندوس هنا كده ونختار الاية اللي احنا عاوزين نروح لها هيوديك لها مباشرة زي ما انت شايف البرنامج بيقولك ان الكتاب ده عدد صفحاته الفين خمسمائة وعشرين وانت حاليا في الصفحة تمنمية وتمانين ممكن تصغر تكبر تتحكم في طريقة عرض المحتوى لو حبيت تطبع الكتاب او صفحة معينة بتدوس هنا كده print لو انت عاوز تتقدم صفحة للامام هتدوس هنا او ساهم يمين في الكيبورد عاوز ترجع صفحة للخلف هتدوس هنا او ساهم شمال في الكيبورد عاوز تنتقل لصفحة معينة مباشرة بدل ما تقلب كتير في الكتاب خصوصا لو عدد صفحات الكتاب كتيرة هتكتب هنا رقم الصفحة اللي انت عاوز تروح لها مباشرة وليكن مثلا ربعمية وي تلاتين حيوديك لها مباشرة